وتميزت الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بثبات من خلال رفض الاستيطان أو أي إجراءات إسرائيلية وحادية تعوقوا إقامة الدولة الفلسطينية مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها عودة اللاجئين خلال عقود من الزمن حرصت مصر على اعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأساسي على المستوى الإقلامي انطلاقا من مسؤوليتها دائما إذا أمن واستقرار المنطقة ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين مصر كانت ولا تزال تتحرك بشكل متزام دائما مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني حيث نجحت دائما في الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذ إسرائيل في القدس مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين المواقف السياسية المصرية أظهرت الثبات في مواجهة التصايد الإسرائيلي على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى الموقف المصري الدائم للأشقاء الفلسطينيين ظهر بوضوح على لسان الرئيس السيسي الذي أعلن بشكل واضح أن تهجير شعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصايد يضر بالأمن الأقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني في الوقت نفسه وضعت مصر خارطة طريق تضمن التصورا شامل لحل جذور السرع العربي الإسرائيلي ووصف بالحل الأعم والأشمل إذ تستهدف الخارطة المصرية في المقام الأول تحصين الوضع الإنساني في قطاع غزة وإعادة إحياء مصار السلام ثم التفاوض حول التهديات ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ترجمة نانسي قنقر